دكتور فيكتور ياسبك اختصاصة بأمراض الدم والأورام موجود معنا اليوم نحكي عن العلاج المناعي للأورام اللينفوية أهلا وسهلا فيك دكتور بونجور كاتيا تانكيو أستطافتي بالبرنامجكم ومنحب أن نعيد الجيش بعيد اليوم نعم العلاج المناعي يعني صارها اللي عم ينحكي فيه كثير هو علاج يعني بيخفف كثير من الآثار الجانبية للعلاجات التقليدية اللي كانت موجودة بس لما منقول الأورام اللينفوية هي يعني بتهاجب جهاز المناعة نظبط في سلايك تحبت تحطوها مشان نبلش بزا نبزة تاريخية عن العلاج المناعي خلينا نشوف الصور ريتا فهي تاريخيا الجهاز المناعي ما كان عنده كثير إذا بدك محبزين لأله وكان يعتبر من العلاج النظري لأنه التطبيقات السيارية كانت قليلة فهذه الصورة بتشوفة من الشمال العالم البرازيلي الإنجليزي اللبناني الأصل بيتر مدور وثالث واحد هو سير ماك فارلون برنات عالم أسترالي أخذوا جهاز النوبل بـ 1960 لبحث عن الديسكوفوري أو اكتشاف تحمل مناعي المكتسب وبيتر مدور بيقول عن النظريات العلمية أنها تبدأ كإنشاءات خيالية أنها تبدأ إنقرات كقصص والهدف من الحلقة النقضية أو التصحية في الاستدلال العلمي هو بالضبط معرفة ما إذا كانت هذه القصص تتعلق بالحياة الحقيقية أم لا عم تجرب شو كذا بالإنجليزي وسير ماك فارلون برنات ويحكي عن اليميون سيرفيلنس أنه ليس من المستحيل على إطلاق أن تتطور تجمعات صغيرة من خلايا الورم وبسبب امتلاكها إمكانات جديدة للموصد الضغطية الانتيجنز تستطيع لدى مناعيا فعالا مع تراجع الورم وعدم وجود أي دلالة سيرية على وجوده فهيدي إذا بدك الفكرة أنه الجهاز المناعي نشوف كمانا بعد بالسلايتس هوليكي شغلته أنه أكيد يصد الأمراض الجرسومية بس كمانا يصد الخلايا السلطانية اليوم عم نحكي عن الأمراض أو الأورام اللينفوية اللي العلاج المناعي هو رح يكون عم بساعدة خبرنا كيف فأبدا من إذا بدك نتفوت بكيف يشتغل العلاج المناعي خلنا نشوف شو هو الجهاز المناعي أنا أبعد الجيش رح يأخذ مصلحات عسكرية هو إذا بدك جيش يدافع عن الجسم من العدوات هجمات هجمات الجرسومية وكمانا السلطانية ففي كمانا سلايد عنه صورة عنه فهو إذا بدك عنده لواءين مهمين عندك الإنة إميونيتي والأدابتف إميونيتي الإنة إميونيتي هي المناعة الفطرية وهذه الأدابتف إميونيتي هي المناعة المكتسبة يعني عندما يأتي هجوم جرسومي على الإنسان أول صد دفاع بيكون الإنة إميونيتي ما أنه بيكون دقيق بس أدابتف إميونيتي بتاخد وقت بس بتكون الدفاع بشكل دقيق ومركز وهي فيها خاليتان مهمين البي سل خلاية الباقية والتي سل خلاية تاقية البي سل بتعمل منقلون لها انتيباضية اللي هن الأجسام المضادة والتي سل هن الخلايا اللي بيهجموا على الأمراض الجرسومية وكمان السرطانية وبيقتلوا يعني في نوع من خلايا تاقية اسمها سي توكسيك تي سل خلايا تاقية القاتلة هي بتهجم عليهم وبتدمرهم هيدا الآن اذا بدك جاء الخلايا مثل خلايا الرئة والقولون والبروستات فيها تصير كانسر وقتها تصير كانسر بنسميها أمراض أورام لنفوية بالعالم نقصم أمراض لنفوية لهوتشكين 10% ونون هوتشكين لنفوما 90% نون هوتشكين لنفوما الخلية اللي بتيجي منه 90% بيكون من البيسل لنفوما الأمراض اللنفوية الباقية الخلية وال10% بيكون من التيسل لنفوما هوته الأورام اللنفوية وهيدي كيف بتبين يعني كعوارد عند الشخص العوارد بتبين إجملا طبيعيا إذا حدا مثلا مرشح أو شيء إذا بلاحظ أنه بيسع عنده الغذة بتكبر شوي لأنه هيدا الخلية بتستدعى تمشين تعمل دفاع الصد وبعدين بعض الشيء معتين بتروح بتصير بعدين خلية مثل تأجرى رجع هيدا الفيروس مارجيني أو الباكتيري تقدر ترده بشكل أسرع بس هيدا بتصير كانسل بصير تكبر ما بتعود تخف حجمه وبصير عندك شيء مسميه اللي هي الحرارة الوزن الوزن بيخسر وزن عشب المئة بدون السبب على ست مزبوط على ست تشهر والدرانشي بصير يعرق بشكل كتير يعني بصير حاجة أنه يغير التياب وهيكي هذه العوال وكمانا بتزيد الرزق أنه تخف المناعة بتزيد الرزق أنه يعمل أو يصير عرضة للأورام أو العدوة الجرسومية مناعته بتصير واتي مزبوط التشخيص كيف بيصير؟ تشخيص خزعة هي بنعمل عند الجراح أو عند الراديولوج بس بدي خزعة والأفضل تكون خزعة كل اللينفنود يتأخذ مش نص أو شأفي منه دايماً بيكون بارد خبيس ولا فيه يكون ورم حميد؟ بالنفومة بيكون يعتبر من الأمراض الخبيسة هلأ في منهم مثل ما يسمون البروغنوز طبعاً بيكون كتير كتير منيح يلي مثلاً الاندونت الفوم يلي بيخدوا كتير تلوقتي بشين يتكثروا فيه الواحد بشكل معدل يعني في عيش عشرين سنة ومريط مشترولي نعمل لهم علاج دخري فيه ننطرهم تمشين يكبروا ويصيروا يعني هو بطيء هيدا في منهم البطيئين في منهم سرعين في منهم كتير سرعين مثل البروغنوز ما فيك تطوط تنطر جمعة جمعتان بيكبرش العلاج دخري هوني منحكي كمين علاج مناعي يعني وقتا يكون هلأد سريع الكنسر يعني البروغنوز الشيميائي مع المناعي المناعي هي ويكون ريتاكسيما يعني هو أول مضاد أكشلي أول مضاد تم اعتماده من قبل الـ FDA لمعالجة أي كانسر هو الريتاكسيما هلأ في شي جديد عم بيطلع إن اليميون شكبونت انهيبتور شكبونت هو حاجز يعني هايدي حواجز بيستعملها للجهاز المناعي والخلية السلطانية بتستعمل هيدا هيدا الحواجز تمشين تهرب من الجهاز المناعي تمشين معي فما يعمل يدمرها فالعلاج المناعي صار يعني مستعمل بالعلاجات الأمراض اللنفوية كنية عن شو العلاج المناعي يعني عندي كذا نوع يعني عندي الأجسام المضادة يلي هي أنتباضي هود بتاخد بالعرق مش بالدم مثل الريتاكسيما اللي هو موجود إذا بدي بكل علاجات الأمراض اللنفوية من خلايا الباقية الجديد هلأ في عنا تسمو أنتيبادي دروي كونج يعني هذا جسس المضاد بتعلق للشيميو تابعه سو بيروح على الهدف تابعه وبيعطي الشيميو للخلية السلطانية وعندك هلأ الجديد عم بيطلع شي اسمه كورتي سال تيرابي وهيدي بالعربي اسم الخلايا التائية لمستقبل المستطدر الخيمري يعني أنه بياخدوا الخلايا التائية من المريض بياخدوها على المختبر بيعملو لهم هندسة جينية بصير يعمل يقدر يتعرف على الخلية السلطانية بالحيس الحالي اللي هي البيسي عندها ماركر على السطحة اللي هو سيدي ناينتين وبيش بيعطوها للمريض بعد تقريبا شهر ما أخدوها منه وهذه الخلية بتروح عند الخلية تبع المريض بتروح على الهدف تبعه وبتدمره من الجسم نفسه من الجسم نفسه عم بتتعدل هالسامبل يلي تاخده ترجع تنحط بقلب الجسم نفسه وترجع هي تعمل الشغل اللي يجب من عمها مظبوط والنوع الثاني هلا هو يلي كمان هلا في تتحمس حول منه أو حماس حول منه هو هنه المضادات الأجسام ثنائية خصية باي سبيسيفيك يعني بتاخد تي سال الماكر تبعه بيكون هو اسمه عسطها اسمه وعندك الخلية السلطنية اللي هي حالة الليمفومة بتجيب تي سال اللي هو هنه المضادات الأنتيبودي يسمي يكون يشيب بياخد من ايد إذا بديك تي سال وبقربها على هدف تبعه تبعه وبتقدر تدمره بشكل سريع العلاجات المناعية هي ما عندها سايد افكس طب العلاجات الكيميائية عندها غير سايد افكس وحسب يعني إذا بتاخد الاميون شاك بوينت اللي هو دي هاكتر شي هلأ عم معتمدين بالأمراض الصوري تومرز يعني مش غير الليمفوية وكمان بالليمفوماس بشكل عام عندهم عوارض أخف من العوارض الشميائية أكيد بس عندهم عوارض غير نوع لأنه هني بيشتغلوا على أنه يأول الجهاز المناعي بس الجهاز المناعي هو إكليبر يعني إذا بتجنح لجهة معينة بيصير الجهاز المناعي تبع الإنسان بدلا ما يدم الخليل السلطانية يوقف يدمر الخلايا الزيتية هي الجهاز المناعي بيدمر نفسه بيصير عندك بترمون أوتو إيميون إفك يعني مرض مناعي زاتي فساعتها منوقف العلاج ومنعطيه ستيرويد لتخفف الجهاز المناعي وهيدي مش كتيرة نسبتها خفيفة بس فيها تكون خطرة يعني فيها مثلا بالبروية بالنمونيتس بالكون سمع الضيارية إسهال فيت أسعار بس على المتابعة بيبين إذا هالعلاج مناسب أو مش مناسب وبتشتغله على هالأساس إذا لم يش العلاج المناعي بيرجع بينتقل للعلاج الكيميائي فيك ترجع فيك ترجع وكمان هلأ عم بيشتغلوا عم بيحطون مع بعض كمان في بعض دراسات يمشوا بالتوازي مع بعضهم دكتور بكتور ياسبك اقتصاصي بأمراض الضم والأورام شكرا للمعلومات أهلا وسلم أرسي إلي وقفية هلأ ونجرح متابعة لايف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر